موسيقى اتهام جديد يضاف إلى قائمة مخاطر اللحوم الحمراء كشفت دراسة وجود علاقة بين اللحوم الحمراء وارتفاع نسبة الإصابة بالسكر من النوع الثاني وهذا النوع يعود إلى عدم تجاوب الجسم مع الإنسولين هذا النوع شائع تبلغ نسبته 90% من حالات السكر في العالم وتؤثر السمنة وسوء التغذية في ارتفاع نسبته الباحثون في جامعة سنغافور الوطنية وجامعة هارفد الأمريكية استنتجوا أن استهلاك اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني بالنسبة 48% كما اكتشفوا أن الأشخاص الذين خففوا من تناول اللحوم الحمراء كانوا أقل عرضة 14% للإصابة بالسكر من النوع الثاني على الرغم من أن الدراسة كانت كبيرة وموسعة إلا أن نتائج لم تثبت بشكل جازم العلاقة السببية بين مرض السكر وزيادة استهلاك اللحوم الحمراء ولكن العلماء يرجحون أن كمية الدهون المشبعة الموجودة في العديد من أنواع اللحوم هي السبب الأكثر احتمالاً للتسبب برفع خطر الإصابة بمرض السكري ونصح الخبراء بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء واستبدالها بالخيارات الغذائية الأخرى مثل البقوليات ومنتجات الصوية وبعض أنواع المكسرات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك رشخيات العربية